العاملون في القطاع النفطي خرجوا بتظاهرة في البصرة حملت جملة من المطالب لكن جاء في مقدمتها الدعوة إلى مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية لهذه الأسباب يعني أنا واثق أن كل العراقيين يطلعون على جولة التراخيص شيء كارثة بالنسبة للعراق تسرق أموال بملايين الدولارات إذا مو مليارات سعر النفط اليوم سعر نفطنا العراقي دون 38 دولار بينما تكلفة النفط في شركات جولات التراخيص المعلن دولارين بينما بعد إضافة التكاليف يكاد أن يكون 20 دولار وبالتالي هم حصتهم أعلى من شركة نفط الجنوب ويقول المتظاهرون أن المرتب الذي يتقاضاه العامل الأجنبي في شركات جولات التراخيص هو أضعف مرتبات عدد من أقرانه العراقيين مجتمعين ممن يعملون في ذات الشركات العاملين في هذه الشركات راتب شخص واحد يعادل راتب 50 موظف عراقي نحن نحتقد ونطالب بتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان والحكومة المحلية لتدقيق صرفيات هذه الشركات وفي الخوض أكثر في مشاكل القطاع النفطي فقد كشفت إدارة ميناء العمية في مياه الخليج عن تقادم معداته بما فيها أنبوب التصدير وأذرع تحميل النفط الخام محذرة من تداعيات ذلك على عمليات ضخ النفط نصدر بالقدرة الأذرع التحميل منتهي أنبوب التصدير ال42 الذي نصدر عليه بالفاو منتهي المسؤولين لاهين بس برواحهم راحين وجايين بس بالإفادات الريد لجنة أحقق بالشي صار التطوير والمتطوير كل ما التطوير ماكو ميناء صبغ وماكو مواد احتياطية والأنكى من كل هذا غياب إجراءات السلامة فالميناء لا يتوفر على زوارق طبية لإسعاف الحالات المرضية وقد سجلت عدد من الوفيات بسبب ذلك تكررت عدنا الحالات أكثر من حالتين أو ثلاثة سقطوا جماعة وتوفوا عدنا وننتظر الزوارق بين ست ساعات إلى خمس ساعات يجينا ينقذهم ما طرحه المتظاهرون من مشاكل تتعلق بمستقبل البلاد وثرواتها النفطية التي تعتاش عليها بحاجة إلى حلول حكومية مستعجلة كما يقولون سعد قصي الحرة مدينة البصرة